اشتركوا في القناة اهداف درسنا لهذا اليوم ان تتعرف الطالبة صلاة الجمعة ترى ما هي ايام الاسبوع فلنفكر معا نعم اسمع كنا جيدا انه يوم السبت والاحدي والاسنين والسلاساء والاربعاء والخميس والجمعة اذا اخر يوم من ايام الاسبوع هو يوم الجمعة ما اليوم المبارك وخير ايام الاسبوع نعم انه يوم الجمعة فقد قال عنه النبي انه افضل يوم طلعت عليه الشمس ماذا نرى في هذه الصورة فلنفكر معا وننظر اليها جيدا نعم انني ارى في هذه الصورة مجموعة من المصلين يستمعون للخطبة وما اليوم الذي يستمع فيه المصلون للخطبة فكروا معي نعم انه يوم الجمعة ما الصلاة التي يجتمع فيها المصلون كل اسبوع لسماع الخطبة نعم يا حبيبات انها صلاة الجمعة يجتمع المصلون وقت صلاة الظهر لاداء صلاة الجمعة في المسجد والان يا حبيبات افتحوا كتبكم صفحة 104 وانصته جيدا معي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعُوا إِلَى زِكْرِ اللَّهِ وَظَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم ماذا يجب على المسلم عند سماع آزان الجمعة فكروا معي فلنستنتج الإجابة من الآية الكريمة ماذا قال لنا الله سبحانه وتعالى فقد قال الله سبحانه وتعالى أمر الله تعالى المسلمين عند سماع النداء لصلاة الجمعة بترك جميع الأعمال كالبيع والشراء وأن يسعى المسلمون إلى آداء صلاة الجمعة كم رقعة في صلاة الجمعة هيا نتعرف عليها معان نصلي رقعتين جهريتين إذن فصلاة الجمعة رقعتين جهريتين كم خطبة لصلاة الجمعة هيا نتعرف على الإجابة معان خطبتان بينهما جلسة قصيرة إذن يوجد في صلاة الجمعة خطبتان وبينهما جلسة قصيرة والآن حبيباتي هيا نتعرف كيف يصلي المسلمون صلاة الجمعة ننظر إلى الصورة الأولى ونفكر فيها معان نعم أسمع كنا جيدا خطبتان بينهما جلسة قصيرة فنحن نشاهد في هذه الصورة الإمام يخطب في المسلمين وماذا نشاهد في الصورة الثانية نعم أشاهد المصلين يصلون خلف الإمامة كم رقعة يا ترى نصلي يوم الجمعة نعم أسمع كنا جيدا رقعتين جهريتين هيا بنا نتعرف ونسترجع معا ماذا تعلمنا من درسنا اليوم فكروا معي تعلمت أن يوم الجمعة يوم مبارك وهو خير أيام الإسبوع وتعلمت أيضا أن المسلمون يجتمعون وقت صلاة الظهر لآداء صلاة الجمعة في المسجد وتعلمت أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد أمر المسلمين عند سماع نداء صلاة الجمعة بترك جميع الأعمال كالبيع والشراء والساعي إلى آداء صلاة الجمعة والآن حبيباتي والآن حبيباتي فقد جاء دوركم افتحوا كتبكم وتناقشوا مع أحد أفراد الأسرة حول الأمور التي يستحب أن يفعلها المسلم عند صلاة الجمعة والآن هيا نسترجع معلوماتنا أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة السؤال الأول خير أيام الأسبوع هو يوم الجمعة نعم أسمعكن جيدا الإجابة صحيحة يترك المسلمين البيع والشراء عند النداء لصلاة الجمعة نعم إجابتكم صحيحة يخطب الإمام خطبة واحدة يوم الجمعة هل هذه الإجابة صحيحة؟ لا الإجابة خطئة فيخطب الإمام يوم الجمعة خطبتين وليست خطبة واحدة هيا بنا يا حبيباتي نفتح الكتاب المدرسي صفحة 106 ونبدأ بتلوين النشاط رقم أربعة صلاة الجمعة صلاة الجماعة وهذا كان درسنا كان درسنا لهذا الإسبوع انتهت حصتنا لهذا اليوم مع تمنيات لكم بالنجاح والتوفيق وإلى لقاء في درس جديد